موسيقى يعني هناك الآن ظاهرة كبيرة جماعات تدعي أنها جماعات جهادية والبعض يصفها بأنها عنف وإرهاب فمفهوم العنف والإرهاب والحرب ما علاقته بمفهوم الجهاد وكيف نحدد فعلا أن هذا جهاد أم هذا عنف أو إرهاب أولا مفهوم الإرهاب موسيقى هو مفهوم واضح ولكن العالم بتوجيهات إسرائيلية وإحدى الدول العربية اللي صار فيها انقلاب عليه وزال وأيدتوا أمريكا وغيره وضعوا للإرهاب مفهوما معينا وهو غير صحيح فاعتبروا كل من يعتدي عليهم أو على اليهود إرهابي نعم سؤالنا كان مسلم أو غير مسلم نعم وغالبا ما قصدوا به ضرب المنظمات الإسلامية وضرب المسلمين باسم الإرهاب إنه هذول إرهاب هذول إرهاب شوفوا وقتلوا عندهم قتال عندهم كذا ولذلك مفهوم الإرهاب في حقيقته معنى الإرهاب الرهبة والخوف نعم في كل العالم فلان أرهاب فلان خوفوا يعني نعم وأجبروا على أن يفعل كذا أو يسكت عن كذا أو يقول كذا هذا أسبوع إرهاب نعم وعلى هذا الذي يتحرر من الطغيان ليس إرهابي ولو استعمل السلاح نعم فنحن المسلمون عندما نقاتل العدو إذا أراد أن يسيطر علينا بالفعل بالسلاح أو بالواسطة بالعملاء اللي يحطوه علينا وبشكله جيش من عندهم وبدسوا في أفكارنا أفكار شبابنا يطلع هذا الجيش بدل أن يدافع عنا ضد عدونا يقتلنا لمصلحة عدونا وهذا هو الإرهاب